ترجمة نانسي قنقر وذلك بهدف استخلاص دروس قيمة من استراتيجيات سوق العمل الرائدة في مملكة البحرين انطلق الحوار بجلسة فتاحية حضرها عدد من الشخصيات من بينهم سفيراء البلدين الشقيقين وبدوره أكد الدكتور حمد إبراهيم العبدالله المدير التنفيذي لمركز دراسات أهمية التعاون الثنائي بين البلدين في تعزيز التنمية الاقتصادية والنمو المستدام من جانبه أعرب سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان عن تقديره للجهود التعاونية بين البلدين موضحا بأن العلاقات التاريخية والتطلعات المتبادلة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان تشكل أساسا متينا لمعالجة متغيرات سوق العمل بشكل فعال هذه الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على تجربة مملكة البحرين الرائدة في تنظيم سوق العمل ونقل هذه التجربة للأخوة في سلطنة عمان للاستفادة منها البحرين حقق خطوات رائدة في هذا المجال وكانت في إشادة غلمية ودولية في تنظيم سوق العمل فاليوم فرصة من خلال هذا الاجتماع وجود مختصين في كل البلدين من جميع الوزارات المعنية نستعرض معهم التجربة ورؤى مملكة البحرين في تنظيم سوق العمل وما هي البرامج والمبادرات التي أطلقت مملكة البحرين لتنظيم سوق العمل وما هي متطلبات الرؤية المستقبلية لتطوير سوق العمل يأتي هذا الملتقى إنعكاس لما اتفقت عليه الليجة المشتركة في دورتها السابقة والتي أقيمت في ملكة البحرين قطاع سوق العمل أيضا يعد من أهم القطاعات في الوقت الحالي مع التحول الرقمي والتكنولوجي في الفترة الحالية شهد أيضا خلال الفترة الحالية تطورات كبيرة في سوق العمل وزيادة الأعمال إضافة لتنقالات العمالة ونحن بحاجة إلى تعزيز الجهود لنصل إلى مرحلة انتقالية نأمل أن تشهد خلال قصة نديحة في البلدين الشقيقين الملتقى الذي تم عقده هذا اليوم تحت عنوان تعزيز ديناميكيات سوق العمل رؤى من تجربة مملكة البحرين وبمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات والهيئات في البلدين الشقيقين يتناول عدة محاول رئيسة بدءا برؤية كل البلدين الخاصة بأسواق العمل بهما والنتائج الاقتصادية لتنمية سوق العمل في البحرين وعمان بالإضافة إلى المتطلبات المحددة لتعزيز النمو في أسواق العمل فضلا عن تسليط الضوء على الاستراتيجيات والمبادرات الناجحة التي تبنتها مملكة البحرين لتعزيز قدراتها التنافسية في سوق العمل هذا المنتقل اليوم بنركز على التحديات المشتركة ما بين الدولتين وأيضا نشارك أفضل ممارسات شن الحلول وضعناها لأثمرت جهودها في أن نحن نركز على توظيف المواطن ونبحث له على فرص عمل تساعد أن نحن تنقل منه هو يكون باحث العمل إلى أن يكون صاحب عمل يوظف المواطنين ترجمة نانسي قنقر